اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضبط وزارتك اضبط وزارتك والله ما حللتك اللهم فشد والله فضحهم لا حول الاقوة الا بالله لا اخواني مبربصة هذه لا 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 مرة 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 ما تنفى الحمد لله تعال ربي جابك طبي جابك تعال اشتركوا فيها كفتة يا حبيب رحت اليوم والوزارة قلت عشان اخلص المآملة اعرف الامارة الجديدة بغيتوها من نية مسكرة مسكرة في وجهي قلت مالح لها كفتة ابن ابو كفتة ابقى كذا تخلص للمآملة ولكن من اندي اجار سنة لشو بقى من الشو بقى ياهو هبني نعم عامر بعد هذه المسرحية اعتقد ان كنت حصلت على لي تبي صح؟ الحمد لله وبهذه المناسبة هذه أحب أشكر معالي الوزير لأنه بصراحة دق علي شخصيا واعتذر لي وأشرف على علاج ابوي إليه ما قام بالسلامة فشكرا معالي الوزير شكرا 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 عامر عامر لحظة ما تتم يا واد عامر دا مصيبة شكرا مع المعلوماتية ممكن انه يجرمك في هذا الموضوع ومشرك نحن في هذا الفيديو وترصدك للمسؤول ما عرف أرى الوزير سنة معتك فتا شكرا مضايق عندي معاملة في أم وزارة ما جل ما أعمل به صراحة ما هو أنت اللي تكلمني عندي أحلى صباح الخير صباح الخير أم ودي أبا هذا المستهدن نعم أبويا جاكن عامس بالمعاملة وطرتنه وأنا جايش يخلصنه معاملة بدأ له واشترتنه ما طرتنه أشوف ايه فعلا أبوك جامس وشرحت له يا أخي معاملة مثل هذي يبيلها شهر عشان تخلص موديل ومكتب وطول فأمعاد ماش تقدر تستخلص المعاملة حسبي الله وانعملك هذا اللي قالولك الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب أقول أطلعوا إياها برا أطلعوا خذ ملفك خذ ما بقل لأنتوا بعد جايين تغيرون تسحككموا فينا يلا تفضلوا برا اطلعوا برا يعني اطلعوا برا بلاي عند أبوك مش ينا معاملة ما تفهمون انتوا قلنا لكم اطلعوا برا اطلعوا برا قاعدين نضيعون وقتنا من أنتوا عشان الخدمكم اطلعوا برا برا لاحظة رحضي طولعنا برا سفل المقطع هذا اشوفوا لو سمحت لو سمحت اطلعوا برا يعني اطلعوا برا بلاي عندهم الله يهديكم بس الله يهديكم بس ورح الانفعالات ما في داعي صور مقاطع يا أخي انت فاهم كويس واش تمون بالضبط هالحين انت رجال بتخلصنا المعاملة ولا نخلي خوين اللي يصورك ينشره في كل مكان بالعكس انتوا ناسر ومفروض الواحد يهتم فيكم لا 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 ورني ورني معاملتك ورني ياه الله يهديك بس الله يهديك بس المعاملة شهر اقول لك الناس ما تنبع لاش اللي بالمقاطع عن فيديو ها 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 هاي ولا يهمك وهذه معاملتك اخلصت بس رجال تمسح لي المقطع الله يخلي يعني خلاص زال مضوع موسيقى 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 مالك tutte مالك يا أكفتة خلصت لك المعاملة بدمتك خلص المعاملة أخش، كلي gen أخش طبيبي والله كنت أعرف ما شاء الله عليك ما شاء الله 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 عشان تعرف ليه علاقات أنا أعرف أنك واصل ما شاء الله عليك وين الوعد حقاً فلوس فلوسه موجوده وجاهزه هيا يا حبيبة بابا ما هذا يا بابا هذا يا حبيبي تأخذ بها حبة للحمام وضبط أمورك الله يسأل هذا الوجه وضبط أمورك مثل مسأل ثاني والله يا بابا هذا حق أميجار هذا لا يا حبيبي هذا المياه وخلص كبه كبه ما أبغى أقول له أخذها أقول له كبه وروح يلا أبغى 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 نقنا والله بالتعليقات البطلة هاي أسمع أسمع بثراً أسمعك بإذني واشتبي طيب أسمع رحنا مع كفتا نخلص معاملة لأبوه أستفزينا المدير وما في الله وخلص الله المعاملة من هنا أسمع أقول لي أشير التقليد بس أشير التقليد هلا عامر معك هلا حبيبي أنا أخذ رقمك عن طريق واحد من الشباب نعم نعم صحيح أنا أبيك تخلص لمعاملتك في أبوي أنا سامع أنك أنت تخلص المعاملات هذه الله يستر على والديك خلص لي المعاملات وأنا بعطيك خمس ألا أبا دي بشر بعزك صوي لي توكيل وارسل لي العنوان واعتبر المعاملة منتهية موسيقى أقول لك يا أبا نعم عندي سؤال ما يجيرني يا بابا عادي اسأل عادي 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 شا اسألك يا أبا أنت عندك أمارة وعندك أمال شايفك بخيل يا أخي ما أنا أعرف يا أبا ليش هلبخل هذا حقك أنا بخيل أنا بخيل أنا بخيل اللي بخلت عليكم أنت ما تحسن أنك أخذت مرأس التميانة معاينتا يلا قمكم قلب يلا أعطني مقفاك لأ أشوفك يلا برق يلا أقول لك برق برق أقول لك برق 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 يا أبوي بشرني ما صار في معاملتي يا أبوي أبشرك معاملتك خالصة حبيبي حبيبي أنت خلافة شهور جاري وراء أقسم بالله أنك كفو كفو وتستاهل حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي حالة والله مدراه حبيب قلبي السلام عليكم السلام ورحمة الله الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك نعرف خراضي وشني يتعفو إذا نوينا 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 فوضة 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 ما ينفع فوضة ما ينفع فوضة ما ينفع فوضة ما ينفع شغلنا نضيف حنا صفوا سيرة زي البنك يلا يلا من هنا يلا هيا قلوكم ونخلص معاملاتكم أسمعوني زين أنا جمعتكم اليوم لأن في شيء مهم جدا جدا لازم تفهمونا الوزارات الثانية اكثرات مشاكلها والسبب صاروا مراجعين يصورونهم على الصغيرة والكبيرة ويبثونها وصارت فضايا هذا ما بيحصل عندي في دارتي ولا في خطاعي وانتبهوا زين من المراجعين كل واحد يماسك جواله وعلى أصغر شيء يصورك ويبثه انتبهوا كل مراجع جاي عندكم انتبهوا الجواله على الأول كان المراجع يجي ويعطيك معاملته وينتظرك ويبتسم لك ويترجاك الآن لا ما عاد كده المراجع الآن يخوف كلني أبي يصور انتبهوا يا غالي أنا عندي معاملة في وزارة الصحة من عشر أشهور وأنا ويهم في رح تعال رح تعال ويا مالك بتروح وترجع ولا أنت بقضي حاجة تكسمع وزارة الصحة دي قروش أنا أعلمك من الآن لأنها مي بشمس نشارقة وهذه التسعيرة عندك بكرة تجيب توكيل الشوكوش وقابد يروح يخلصها بعد بكرة تستلم المعاملة أوكي أبيها الوزير أخص الوزير طيب اسمع نجيب شيك مصدق بعشر ألاف ريال ومالك كله اللي يخلص لك المعاملة عشر ألاف عشر ألاف أمرنا لله بذن الله بكرة عندك الله يحييك أنا والله بالتف السلام عليكم السلام ورحمة الله أنا مقدم على وزارة الإسكان من أيام كانت هيئة أوف ولا جأتنا شيء لحد الحياة الله يعينيك الله يغيني ربك يغين بس يصح عاد مشكلة وزارة الإسكان فكر خلاص مم مشكلة أنا بقدة فكر 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 يليما أجيب لك حل ربك يجيب الخير يلا عيال يلا لدينا شغل فكر عموما يا عمي بإذن الله معاملتك هذه بسيطة وراح تخلص بكرة بإذن الله راجعني فيها وإن شاء الله خلصها عليك الحمد لله الله يوفيك الله يجزاك خير الله يجزاك خير الله يحييك يا عباه بس يا عباه هالحين جالس مرتز هنا وما تدري موظفينك وش يسوون برا المواطنين كلهم متبهذلين هذه معاملة عندي ما خلصت ما يبيلها شيء كلها شخطة على كل حال أول أن اضف جوالك وحطه في جيبك لأننا حاط هنا كاميرا مباشرة على اليوتيوب وكل الناس يشوفونا لا عندنا شيء نخاف منه ولا شيء نخبيه وبعدين عطني معاملتك خلا شوفها تفضل 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 يا عبتل شوف المقطع دا والله ياهو انجرد مسكين شوف 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 الدم يا ونك اعوذ بالله الله يعينا سمعت غير خبر؟ اركض في ديعتك وش الخبر؟ يقول لك منعوا التصوير ومنعوا دخول الجوان نفسه في المكاتب كلها عشان الفضائح والمشروع شكله انتهى يبوني تحدون انا اوريهم التحقيقات وانهيتها معك ومعهم والتضحني انك انت اللي بديت في الغلط اجل ناوي تاخد حاجة بدون لا تدفع حقها لا تستفزهم بالتصوير بس هناللي ضربوني بلا ضربوني بلا ما ضربونك اسمع المرة هذه راح اكتفي بالتعهد والمرة الجاية لو جيتني هنا مرة ثانية راح اسود يومك راح اتخذ معاك اجراءات ثانية طاهم تعال وقع للتعهد ياهو لا شوفك هنا ياهو السلام عليكم السلام كيف حالك يا الغالي حياك الله ابدأ انا عندي موعد مع المدير موعد مع المدير اسمك لو سمحت اسمي عامر عامر شبه ذات الثالث اي تفضل طيب بس اذا عندك جوال خليه في الصندوق جوال اي ليش داخل عرس حريمة انا لا هذا النظام الجوال في الصندوق طيب ايش طيب ارفع يدك لو سمحت وين ايبوي داخل مدرسة انا ارفع يدك طيب خلاص لا تنفع تفضل يا اخي لا تشغلنا قلنا لك بعد شهر يعني بعد شهر يعني تطردني من الادارة ايها ضردك يا اخي تفضل برا يا اخي ما تستعلى وجهك انت رجال وكبير وفي مكتب حكومي وتقعد ترفع صوتك على الناس ما تستعلى وجهك تفضل برا راح برا راح اشغلتنا طيب اوريك ايه والله كيف يبر راح انا وجاءنا القطار بدروبة ولا تقاطع ولا اشارات يا عيال صورت المدير بلقلة ام ام اقف عليك انا عامر يا حبيبي خله ها يستاهل عشان ثانى مرة ما يستقعد المواطنين اخذ المقطع ونزله وافضح ام ام كاف ام واريك مئة اسمع المدير السابق تم نقلي بسبب احمالك بالتفتيش امراجعين لا تدخلي اي مراجع لي تتأكد منه فاهمني عندما معي شيء ان شاء الله يالله يالله على مكتبك ابشر طال عمرك ألف ألف مبروك السيارة الجديدة وشاها هايفا ارقت في ديتك الله يبارك فيك يا وحش اوف 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 يا عامر شفيك المقطع يتوني منزلينه قبل اربع ساعات وصلت مشاهداتها فوق عشرين الف مشاهد هاد حداق يا غير هينخرب بيته ازيان خله يستاهل النشبه دايبي النشبه هلو ايه معك عامر نشبه نشبه السلام عليكم السلام رحمة الله وبركاته السلام لي معاملتني بوزارة حاولت اني انجزها بشتة طرق وموظفينها تعبوني حاولت اني ارشيهم بفلوس ببيوت بسيارات لكن ما ضبطت قلت ما رح يخلصها لي الا انتم وراح اعطي كل واحد منكم مية وخمسين الف ريال مية وخمسين الف ريال ايه متأكد مو بعدين ترجع بكلامك مو بنا الي اغير كلامي وراح ازودها واخليها ميتين الف ريال اجل ازهلها بكرا نروح نتهم الوزارة ونخلص مع عملتك زحف الدراحة السلام عليكم وعليكم السلام نبي نقابل المدير هاذ انتم؟ ايه حنة اهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا وش عندكم؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة